من كام حلقة فاته كنا بنقش قصة بعنوان ايه كل عريس بيعرف اني مريضة بيسبني اتكلمت فيها مع اسماء بطل القصة حقيقية زعلانة ومقهورة مع انها نكحة وشطرة ومعيدة في الكلية بس جالها مرض اسمه وهن العزام او وهن العضلات كل العرسان بقوا يسبوها لما يسمعوا مخاطروا وانه ممكن يجي للبيبي وانه ممكن يجرى لها اي حاجة في اي وقت ولسه مندور عليك عايزينك يا اسماء عشان فيه فاعلين خير عايزين يساعدوك ارجوك يبعتلنا لان احنا دايما بنعمل انانمس بقولها الكو تاني او رابط اخفاء الهوية فما بنقاش عارفين ميلي بيبعتلنا عشان سريته وعشان يكون بيتكلم بقى رياحية فمن فضلك يبعتلنا وعايز اقولك ان انا قلتلك في اخر الحلقة انت ما تعرفيش لو كنت تجوزتي العرسان اللي كانوا جايين لك دول وانتي عندك المرض ده كانوا هيعملوا فيك ايه شفتي اكيد كان ربنا شهيلك الاحسن قعدت ذكر قصة يا اسماء كتير افتكرت حكايتك يا اسماء واكد ان انا بنرض على بعض بتمنى ان انتي تكوني بتشوفي حلقة النهار ده اتمنى تمنى وتسمعي كلام دكتور غيضة وتشوفي بتقول ايه واحدة مرضة خلها نيزة علينا وانا خسرت كتير وانا مش عارف ايه واحدة تجوز والخلفة وهيخليني اسعد واحدة في الدنيا بقوا نقمع عليها يا حبيبتي متجوزت واحد مش قصيل ما عرفش رأي ربنا فيها عادت مع اهله ملوش كبير خد منها الولد والبنت ومش عارفة تعمل ايه ده خلف دوامة ومشاكل ومحاكم وبصرف عليهم ودايما بنقول العهد على الراوي يعني ايه يعني اللي بعث لنا القصة لو الطرف التاني عايز يطلع ويتكلم احنا ما عندراش اي مانعة ما بتتكلم بأدب ما بتغلطش في طرف تاني وطلع بتقول رأيك بمنتهى الوضوح انا ماناش دعوه وهنا في قصة حقيقية قصصنا كلها حقيقية واللي عايز يرد بنديله فرصة فانا عايز اقولك على حاجة واضح من كل اللي قلتي ده انا مش هزود حاجة زيادة عن اللي اتقال كله النهاردة لا على كلام القانون اللي اسمعناه ولا على كلام علم النفس اللي اسمعناه مالهاش الا في الوض ونوجة نظري تتحل ودي اي حد بيمور بقصة زي دي لازم تتحل ودي لان احنا بنا العيال مش هنعاند بعض في العيال بشكركم جدا